اشتركوا في القناة تقييم النوع بناء على الجدول الجانبي هنا بالنسبة لمعادلة F الشرطية فكنا نستطيع توزيع لنوعين فقط بحيث نفحص خلية واحدة بشرط واحد في حال تحقق الشرط يتم إعطاؤه قيمة معينة وفي حال لم يتحقق يعطي قيمة أخرى لكن في حالتنا هذه يوجد لدينا أكثر من قيمة فهل نستطيع عملها بدالة F؟ نعم نستطيع وذلك عن طريق ما يسمى F المتداخلة أي إدخال أكثر من F في معادلة واحدة فهنا سنبدأ بالفحص من الأول مثلا نفحص الخلية I3 هل تحتوي على القيمة A؟ في حال تحقق ذلك ضع القيمة 5 وفي حال لم يتحقق قم بالفحص مرة أخرى هل تحتوي على الخلية B؟ في حال تحقق هذا الشيء ضع 7.5 وفي حال لم يتحقق قم بفحص الخلية ذاتها هل تحتوي على الخلية C؟ إذا تحقق ذلك ضع 8 وإذا لم يتحقق فضع 4.5 لأنه في حال لم يتحقق أي شيء مما سبق فبالتأكيد هي D إذن فضع القيمة المقابلة لها دعونا نشاهد المعادلة وكيفية كتابتها نكتب في الخلية J3 يساوي F ثم نفتح القوس حاليا وكما تعلمنا على معادلة F يجب علينا وضع الشرط في القسم الأول وهنا سنضع في البداية الشرط إذا كانت خلية النوع يساوي بين إشارة تنصيص A وكما تعلمنا يجب وضع النص داخل المعادلة بين إشارة تنصيص ثم فاصلة للانتقال للعنصر الثاني وهو النتيجة في حال تحقق الشرط وهنا سنضع 5 أي في حال تحقق الشرط بأن الخلية تساوي A فضع 5 ثم نضع فاصلة للانتقال للعنصر الثالث وهو النتيجة في حال لم يتحقق الشرط لكن هنا لم ننتهي من الفحص بعد لذلك لا نضع قيمة وإنما نضع معادلة F من جديد وتعني أنه في حال لم يتحقق الشرط الأول فقم بفحص الخلية من جديد إذن نضع F ثم نفتح القوس ونحن حاليا في معادلة F الجديدة التي وضعناها في قسم عدم تحقق الشرط في F الأولى نضع الشرط وهو نفس الخلية A3 تساوي B بين إشارة تنصيص أي أننا نقوم بفحص الخلية A3 من جديد هل تحتوي على B في حال تحقق هذا الشيء نضع فاصلة ونضع النتيجة سبعة ونصف ثم فاصلة وهنا ننتقل للعنصر الثالث في معادلة F الثانية وهو النتيجة في حال لم يتحقق الشرط ونفس الأمر لا نضع النتيجة إنما نجعله يفحص مرة أخرى وأخرى فسنضع F ونفتح القوس ونضع الفحص الثالث وهو A3 تساوي C أي في حال لم يتحقق الأول بأن يكون A ولم يتحقق الثاني بأن يكون B فافحصه من جديد هل يساوي C نضع فاصلة ونقوم بوضع النتيجة في حال تحقق الشرط بأن يكون C وسنضع ثماني كما في الجدول الجانبي ثم فاصلة وهنا في حال لم يتحقق هذا الشرط بأن يكون C فهو بالتأكيد سيكون D فلا يلزم أن نضع F أخيره وإنما فورا نضع أربعة ونصف لأنه في حال لم يتحقق أن يكون C ولم يتحقق قبلا أن يكون A ولا B فأكيد هو D فسنضع القيمة المقابلة وهي أربعة ونصف دعونا نعيد قراءة المعادلة فتحنا معادلة F وقمنا بفحص الخلية A3 إذا كانت تساوي A فضع النتيجة 5 في حال لم يتحقق هذا الشيء فتحنا F من جديد لفحص الخلية A3 من جديد هل تساوي القيمة B في حال تحقق هذا الشيء وضع النتيجة 7.5 وفي حال لم يتحقق هذا الشيء فتحنا F جديد لفحص الخلية A3 من جديد مرة أخرى هل تساوي القيمة C إذا تحقق ضع النتيجة 8 وفي حال لم يتحقق كل ما سبق فضع أربعة ونصف حاليا يجب إغلاق الأقواس المفتوحة وكل إف فتحت قوس جديد أي نغلق أقواس بعدد الإفات المفتوح وهنا نغلق ثلاث أقواس كل قوس سيقوم بإغلاق إف وسنشاهد أن كل قوس له لون معين وعند الوصول للون الأسود فهو آخر قوس يجب إغلاقه بعد الإغلاق انتر ويتم الحصول على النتيجة لأول خليل ثم نقرتين على نطبض التعبئة يتنفحص كل الخلايا المقابلة وإعطاء النتائج كما وضعناه في المعادلة وكما نرى تفيدنا معادلة إف المتداخلة للحصول على نتائج مختلفة لكل شرط ننتقل لنوع التغطية نريد توزيع التغطيات أقل من 85% فهو منخفض وبين 85% و95% فهو وسط وأعلى من 95% فهو جيد نفتح في الخلية أج ثلاث المعادلة ونضع يساوي إف إذا كانت الخلية G3 أكبر أو تساوي 95% ثم نضع فاصلة ونضع بين إشارة تنصيص كلمة جيدة أي إذا كانت G3 أكبر أو تساوي 95% فضع جيدة وإلا فقم بالفحص من جديد فسنضع F أي في حال لم يتحقق الشرط ففحص من جديد نضع F ونفتح القس ثم نضع شرط F الثانية وهو G3 أكبر أو تساوي 85% إذا تحقق فضع متوسطة بين إشارة تنصيص ثم فاصلة إذا لم يتحقق الشرط الأول ولا الثاني فضع منخفضة بين إشارة تنصيص ثم نغلق الأقواس حسب عدد دالة F المفتوحة وهنا اثنتين فسنغلق اثنتين أو بإمكانك إغلاق الأقواس حتى تصل للون الأسود ومعادلة إذن نقلها من جديد وهي F فحصنا G3 أكبر أو تساوي 95% إذا تحقق هذا الشيء فضع جيد إذا لم يتحقق هذا الشيء فتحنا F من جديد وفحصنا G3 مرة أخرى هل هي أكبر أو تساوي 85% تحقق هذا الشيء ضع متوسطة لم يتحقق هذا الشيء فضع منخفضة ثم سكرنا الأقواس بعدد الإفعال وهنا ننوه لأمر مهم وهو أننا بدأنا بفحص الخلية من القيمة 95% وهي الأكبر ولم نبدأ بـ 85% حتى لا يتحقق شرط مباشر فمثلا لو كانت القيمة هنا 96% وكنا قد بنأنا بشرط من 85% فستتحقق مباشرة من أول شرط وسيضع القيمة المقابلة لـ 85% بينما تركنا الشرط الأكبر من 95% لما بعد فلن يصله الفحص لأن الخلية تحققت منذ البداية لذلك انتبه لشرط المكتوب لأن الإكسل سيقوم بالمرور من اليسار نحو اليمين بقراءة الشروط بالضغط على انتر نحصل على النتيجة في الخلية الأولى بالضغط على مقبض التعبئة مرتين سنحصل على النتائج لجميع الصفوف دعونا نطبق المعادلة لآخر مرة نذهب للشيط الثاني زيادة مرتبات هنا في عمود الراتب الجديد نريد زيادة مرتبات الموظفين حسب الجدول الجانب الدوام الكامل 10% الدوام الجزئي 7% الحقد والساعات لا يضاف شيئا نضع في الخلية A2 المعادلة يساوي F ثم نفحص الخلية D2 لأنها تحتوي على طبيعات العمل نضع إذن الشرط D2 يساوي دوام كامل بين إشارة تنصيص أو باعتبار موجودة في الخلايا الجانبية فسنضعها كخلايا مرجعية نمسح دوام كامل ثم نحدد على الخلية K4 وتعني إذا كانت الخلية D2 تساوي الخلية K4 نضغط على F4 لتعيينها مرجعية حتى لا تتغير عند النزول بمقبضة تعبع في حال تحقق هذا الشرط نضع فاصل الانتقال للعنصر الثاني وهو في حال تحقق الشرط نضع المرتب ضرب الخلية إلى أربعة ونثبتها باستخدام المفتاح F4 من لوحات المفاتيح وسيضع الدولارين عليها ثم زائد المرتب أي الراتب ضرب القيمة بداخل المعادلة إلى أربعة زائد الراتب السابق ولا ننسى أننا ثبتنا الخلية إلى أربعة حتى لا تتغير عند التمرير بمقبضة تعبع للأسفل ثم فاصلة في حال لم يتحقق هذا الشرط فسنقوم بفتح F جديدة لفحص الخلية من جديد نضع F ثم قوس ثم D2 تساوي الخلية K5 ونثبتها باستخدام المفتاح F4 من لوحة المفاتيح أي في حال D2 تساوي K5 نضع فاصلة ونضع الراتب مضلوبا بالخلية المحتوية 7% زائد الراتب السابق نثبت الخلية L5 حتى لا تتغير عند النزول بمقبض التعبع ثم فاصلة في حال لم يتحقق هذا الشيء فضع المرتب على حاله 0% أي لا يوجد زيادة أي ضع المرتب على حاله نغلق قوسين بعدد الإفلاق ثم Enter نحصل على النتيجة ثم بالضغط مرة على مقبض التعبع نحصل على النتائج في جميع الصفوف بالنسبة للتثبيت الخلايا وتعيين الخلايا المرجعية راجع الفيديو الثالث من المحاضرة الثالثة حتى تتعرف على كل ما يخص الخلايا المرجعية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا